أستاذ أدهم يتفضل أستاذ أدهم أستاذ أدهم أيوة حضرتك سلام عليكم وعليكم أستاذ أدهم ورحمة الله وبركاته تفضل ممكن أتشرف فأسأل حضرتك سؤال أنا اللي متشرف بحضرتك يا أستاذ أدهم تفضل الله يخليك يا أستاذ أنا حضرتك عايز ينفع واحد مسلم تجوز واحدة من الشحية صحيح بس في نفس الوقت لازم يبقى المسائل كلها في ظل الإطار القانوني وفي ظل الإطار المجتمعي اللي ما فيهوش أي تكدير ما بين الناس ودوة شيء مهم جدا 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 إن احنا مأمورين إن احنا نأخذ بالعرف ومأمورين إن احنا نحافظ على السلام المجتمعي ومأمورين إن احنا نتعامل مع بعض بحكمة وبتريس فإذن كل الكلام ده تلابد إن هو يراعي يا أستاذ أدهم يعني ما ينفعش إن الكلام ده أنت بتسألني هل يجوز؟ آه يجوز يجوز ولكن في نفس الوقت إيه؟ كل مباح بيبقى حواليه أمور كتيرة جدا جدا بتحيط به ليه طيب عشان نفضل للزواج يؤدي دوره في المجتمع ما يؤديش دور عكس الدور المراد بيه لكن نصحت لحضرتك بشكل واضح جدا إن انت تدرس المسائل كلها وبتريس لإن في بعض الأحيين بيبقى الناس عندهم بعض الغايات وبعض الأهداف قد لا تكون هي دية اللي من أجلها بينشأ الزواج أنا بكلمك بسبب خبرتي لإن فيه كثير من الأحوال بيحصل حالات عند الناس بيبقى فيها اندفعية لتجاه بعض الأشياء جدا جدا بعد ذلك بيحصل إن هو بعد ذلك لما ييجي يعرف يلاقي قضية مهمة جدا دايما بنصح الناس بيها ليس بالحب وحده تحيا البيوت الحب له أنواع كتيرة جدا من أما الحب اللي فيه أمان وفيه احترام وفيه اهتمام وفيه تأدير هو دوت اللي ممكن البيوت تعيش به فعشان كده أنا بنصح حضرتك بس نصيحة جنب الحكم الشرعي عشان ده أظن ويفيدك جدا يا أستاذ هذا